اعلن الجهاز الفني الاسماعي عقبت لقاؤهم المهم مع انبي للابتعاد قليلا على المنطقة الخطرة التي يتواجدوا بها حاليا بجدول المسابقة المحلية واضاف انه لم يتبقى سوى وحدتين تدريبيتين للاعب الاسماعيلي على موعد انطلاق مبارتهم الصعبة امام الفريق البترولي نعمل خلالهم على تحفظهم طريقة التحرك الاجابي داخل المستطيل الاخضر بالاجناب والعمق واشار المدير الفني للدرويش ان الوجه الصاعد محمد نصر ظهر بمستوى طيب بمركز قلب الدفاع بدلا من اللاعب المصاب باهر المحمدي اثناء المواجهة الاخيرة مع الشرقية للدخان واصبح الاعتماد عليه امر واجب في مبارتنا المقبلة امام انبي واوضح ان الجزائري محمد بن خماسة لاعب الوسط انسجم سريعا مع باقي زملائه في اول مشاركة رسمية له كانت امام استرني كامبني ونأمل ان يطور مستواه للافضل لتثبيت اقدامه في صفوف الاسماعيلي واكد ان لعبة الكراسي الموسيقية تظل قائمة بين الاندية التي تصارع من اجل البقاء بالدوري لتقارب النقاط بين بعضهم البعض لذا نطالب لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة اسناد ادارة مباراتها لحكام دوليين او درجة اولى للخروج بها لبر الامان وكلف حمد ابراهيم المدير الفني للاسماعيلي خالد سعيد مخطط الاحمال منح البوليفي كارميلو الجاراناز مهاجم الفريق الاول لكرة القدم جرعات بدنية اضافية لانقاص وزنه الزائد حتى يستعين به للاستفادة بخبراته خلال اللقاءات الرسمية المقبلة بالدوري الممتاز اشتركوا في القناة